لما حدث أمس في مباراة المغرب والكونغو طبعا حدث مناوشات شفنا وشوقا الاتحادية الكونغولية تبنات الرواية عن اللاعب انتاحة وأصدرت بيان شجبت فيه الأحداث التي وقعت بيان كان استنكاري الجامعة الملكية لكرة القدم المغربية لم تعلق ولم تصدر إلى حد الساعة أي بيان توضيحي لكن أنا اللي بغيت ليهمني في هذا الأمر وسألقي بدولي دلوي بريتو وشكال الإعلام تعيصابة العسكر اللي يفرح مثل هذه الأمور باش يخرج العقد انتاعه هو يحاول أنه يعني يظهر على أنه ضد العنصرية وهو ينظر للعنصرية الإعلام انتاع عصابة العسكر ينظر للعنصرية ويعني شغل البارح الإعلام انتاع عصابة العسكر والأبوغ انتاعهم غاضهم اللاعب الكونغولي يعني طبعا راكم عارفين في إطار السياسة الاستعدائية انتاع العصابة تجاه المغرب شغل كلهم بدون استثناء عبروا عن تضامنهم مع اللاعب الكونغولي اللاعب الكونغولي اللي كانت الصورة واضحة وهو بعد سفارة الحكم أشار بطريقة بذيئة إلى المدرب وليد الرقراجي الذي حاول أن يصافحه وكلنا شفنا هذا الأمر لكن الإعلام انتاع عصابة العسكر جاتوا ينوكازيون هذه فرصة بالنسبة إليه باش يفرخ العقد انتاعه وباش يبين العداء انتاعه تجاه المغرب العصابة والإعلام انتاحها لم ينشروا تلك الصورة التي عبرت عن إنسانية اللاعب المغربي وهنا نشارك معاكم قبل ما نتكلموا على هذه العصابة بالتفصيل انظروا إلى هذه الصورة التي تبقى في التاريخ لأشرف حكيمي أثناء إصابة اللاعب الكونغولي عندما تصرف معه بكمة في الإنسانية كما تلاحظون في هذه الصورة أثناء إصعافه في اللقاء الذي انتهى بالتعاوض بين المغرب والكونغو هنا أعطى صورة على الأخوة الإفريقية الإعلام طبعا الإعلام انتاع إصابة العسكر ما يروش لهذه الصورة بل روج لتلك المناوشات وهو فرحان لأنه هو يعني تلقي دائما الأوامر من عند إصابة العسكر باش يصطاد في المياه كل ما من شأنه الإساءة إلى صورة المغرب والإساءة إلى صورة المغربة ما تنسوش أن هذا الفريق الفريق الوطني المغربي هو فريق عالمي وهو رابع أفضل فريق في العالم وصل للطوب ثور للنصف النهائي واللعبين انتاعوا وعطاوا دايما صورة عن أخلاق الحسنة وعطاوا دايما وحد الصورة يعني على التلاحم وعلى الانسجام بيناتهم اللي يوقع البارح يقدر يوقف أي مباراة لكن الواحد اللي عنده النية الصادقة ما يتفحش نحو التأجيج وخلق الفتنة والضرب في المنتخب الوطني المغربي من باب أن نظامك عنده عداء مع المغرب لازم الآن تعمل أي شيء من أن تضرب صورة الفريق الوطني المغربي اللي ينتمنوا له كل التوفيق في هذه الدورة التي تجرى بكوديفور قلت لإعلام لإعلام انتاع عصابة العسكر استغل هذه الحادثة وراح شغل يعني يعبر عن حقده ويعبر عن كراهيته ويعبر عن العقد انتاع عصابة العسكر العصابة التي لم تستطع طبعا كذلك نقولها لم تستطع أن تقاري على المغرب في المجال السياسي والمجال الديبلوماسي وفي خصوص مسألة الصحراء المغربية لم تستطع أن تقاري حتى في المجال أو في الميدان العسكري المغرب هزم عصابة العسكر على المستوى العسكري والمستوى الديبلوماسي والمستوى السياسي بالنسبة لهذه المشكلة قاتلهم غيكرة القدم وباقي بعض الميادين اللي يصطادون فيها في المياه العكرة ويوجهوا الأبواق نتاحهم يوجهوا الأبواق نتاحهم باش يردوا من كل شيء مرتبط يعني من عداء النظام للمغرب يعني يوضفوا في جميع المجالات وعلى رأسهم طبعا الكرة القدم راكم شفتوا المباراة أمس اللي دايما يتهموا الاتحادية المغربية بكرة القدم بأنها الكولسة وأنها يعني لا تعفرها تحت خدمة المغاربة شفنا البارح المباراة وقعت يعني تم برمجتها في نفس التوقيت اللي تم فيه برمجة مباراة الجزائر يعني الساعة الثالثة بتوقيت الجزائر والمغرب يعني في ضرارة حرارة مفرطة في ظروف مناخية صعبة للغاية الجزائر والمغرب لعبوا في هذا التوقيت يعني كان كانت هناك ما تسمونه بالكولسة وما تسمونه بنفوض لقجع داخل الكاف لا برمجتها للمنتخب المغربي أن يلعب الماتش نتاعه في نفس توقيت تونس التي لم تجري مباراياتها في هذا التوقيت دارة المباراة تنتوحى كلها في الليل يعني وين رهي هنا الكولسة وين رهي هنا المحابات والأمور التفضيلية للمنتخب المغريبي شفنا كذلك الحكم منتع المباراة منح دربة جزاء للمنتخب الكونغولي وبالتالي إعلامة عصابة العسكر ركم تكرصف واحدة تقافة خطيرة لها زعمة تقافة عدم تقبل النتائج على شكلها تطعنونا في عمل الحكام إذا خسرت الجزائر رانا متأمرين عن الجزائر وإذا ربحت الجزائر تسقطوا يعني البارحة منين منين المغرب خرج بالتعادل هنا تانيك هنا كيفاش تسموه هنا هاد النتيجة يعني لو كان المغرب ربح الكونغو كنتوا تسموها الكولسة متعلق جا ومنين دروك دار التعادل ونسقطوا في الأمر اللي متعلق فقط بالمناوشات اللي وقعت بين اللاعبين ثم ما هذا التحليل اللي خارج عن الإطار الرياضي وهنا نوجه تخيتي اللاعب الجزائري الأسطورة بالشيء اللي قال الفو بارلي تيكنيكمون والحديث دائما بشكل تقني ورياضي وما تخرجوش على الإطار الرياضي وهنا طبعا وجه كلامه البعض أشباه المحللين اللي المفروض قبل ما يدخلوا لبلاطو وقبل ما يحلوا في مبارايات كرة القدم يروحوا يفوتوا على رواحهم عن أطباء نفسانيين وهنا نحيلكم إلى هذا الشخص الغريب الأطوار الذي تكلمه بطريقة يعني بل العجب واحد يبقى حاير من هذا من هذا من هذا النيف وسمعوا مليح وش قال هذا هذا الإنسان هذا سمعوا مليح وش قال اليوم يا حسام توجه لكل من يريد الأخوة المزيفة وتلك الأحلام التي يعيثها البعض من لم يستفق لهذه المؤامرة للتحق ضد الجزائر مؤامرة مباشرة بالمؤامرة بيسير مؤامرة المعلومة التي أصبحت معنومة الآن يو لين نية لين نية المستوى الرسمي تحتجاجات الجزائر في الأمم المتحدة في حناك في الحياس في كوبالا في أوغاندا كلنا نريد أن نرفع صوت الظلمين وصوت الحق صوت الحق نحن لن نهلوي للأمور التي يريدونها نحن نهلوي للتقضير نحن نهلوي للأمور تعتقد أن المتحط الجزائري راح ضحية السياسة السياسية للجزائر لما تحدث عن الجزائر عموما كان بلد صاحب سيادة ومواقب وصاحب قرار وصاحب قرار وصاحب يجب لي علينا لا يزير رسما قبلها أنا ما تشكل لتالي راح طبع معها دولة دي العلاقة معها أنا بلد ضحل نفسه النفس بجيكون عنده قرار هذا شخص هذا شخص أقل شي ما يقال عنه أنه مريض لأن انتركت هنا هذا للإشارة هنا رحهم في بلاتو يحلوا الماتش نتاع الجزائر مع بوركينا فاسو المفروض رحهم جايبين محللين رياضيين وش دخل التطبيع وقمة عدم المحياز وقرارات الأمم المتحدة باش تعرفوا هنا الخلل اللي تعاني منه هاد منظمة الحكم في الجزائر هاد الخلل اللي يبين الانهيزاميا تاع هذا النظام يعني واش دخل انتك ما دخل ماتش يعني رحك تتكلم على ماتش تاع كرة قدم واش دخل هنا يا منظمة عدم المحياز والتطبيع وقالك احنا ما يفردوش علينا القرارات يعني كلام انتع واحد مريض نفسي كلام انتع واحد اللي يعطي صورة على ان نظامه منهزم يعطي صورة على منين كما هكا وقفوا الكرة القدم ملاش تلعبوا ليماتش انسحبوا ملكاف ما تشاركوش كاس فريقية خلي منعوا المنتخب الوطني كما هواحد قال لهم قال لهم لو كان لو كان نخسروا مع موريطانيا نوقفوا كرة القدم هكا يعني باش تعرفوا بلي هاد النظام يزرع يحاول يزرع في الجزائرين تقفت عدم تقبل الهزيم وكرة القدم والرياضة بصفة عامة فيها ميزان للرابح والخاسر واللي يربح يفرح واللي يخسر يتقبل الهزيمة ويهني اللي يربح ولاش نسموها الروح الرياضية ولاش نسمو ولاش الرياضة خاصة تكون اخلاق حسنة وروح الرياضية قبل كل شي يعني هذا الخطاب الخطير اللي يمره النظام طبعا هو النظام ولعصابة العسكر تسمح المثل هؤلاء باش يمروا هاد الخطابات لانها فشلت في تمرير خطابها على المستوى السياسي هلور يستغلوا هذي كرة القدم باش يمروا خطاباتهم البئيسة الفاشلة عبر الرياضة وهنا شغل يحضروا مثلا يدى المغرب الدكاة السفريقية اه المغرب رأي نجح بالكولسة المغرب رأي نجح لأن لقجع مسيطر على الجامعة أو الكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم وهذا كله ما رده هو تكريس للسياسة الاستعدائية تجاه المغرب والتشويه لصورة المغرب على مستوى القارة الافريقية البارح هم كانوا يستنعوا اللقطة عن المناوشات بين لعبية المنتخب المغربي ومنتخب الكونغولي ونهدوا وخرجوا وقال لك المغرب عنصريين أنتم الشيء اللي داروا المغرب في القارة الافريقية قد قرام مو عندو أم برسو ما كنش دارين أنتم أصلا شوهتوا صورة الجزائر في القارة الافريقية والغالبية يعني أنت الشعوب الافريقية أصبحت متيقنة أنكم أذنى بلاستعمار الفرنسي يعني خصوصا الشيء اللي قامت به اللي مسمي روحها مناسرة المنتخب الوطني رأتت حقيقة هذا النظام وحقيقة الإعلام من هذا النظام اللي حاول أنه يلملم وهنا أنا ما نش نبخص أعمال بعض الجزائريين اللي نوجه لهم التحية وبعض المؤثرين اللي يمتلكوا لابنفوا يعني النية الصادقة تجاه القارة الافريقية وهما يمتلوا قصال الشعب الجزائري اللي يرافض لهذا النظام واللي يرافض لأسلوب هذا النظام طبعا لكن الحقيقة الحقيقة اللي ما خصناش نتغاضع لها بأن هذا النظام يحاول أنه يمرر رسائل انتاعه عبر كرة القدم وعبر الأبواق انتاعه مثل هذا البوق الذي سواديزون يحلل مباريات كرة القدم لكن العسكر يقولوا له مرر تلك الرسائل اللي تبين على أن على أننا نحن أعداء للمغرب وباش تتكرس هاد السياسة العدائية وباش تزرع في الشعب الجزائري هاد الثقافة اللي مرتبطة بشغل إحنا إذا إذا ربحنا أوكي إذا خسرنا رهم داريننا السحور رهم غشيننا رهم التولسة يا أخي إذا كنتم فاشلين على مستوى الوصول إلى المناصي الداخل الكونفيدرالية الاتحاد الإفريقي للكرة القدم فهذه مشكلة المرض الرياضة في الجزائر عدم وجود اتحادية كراوية مستقلة عن سطوة العسكر لأن ما وقعه بعد فوز المنتخب الوطني كاسفريقية الأمم في 2019 تم عسكرة كل مؤسسات الدولة واللي تم عسكرة الجامعة الجزائرية للكرة القدم نهاتين بالماضي والنجوم المنتخب الوطني يعني رفعين شعار الحراك لكيب ناشنال الدات لكوب دافريك إن فوى دخله في الصف تحت العسكر شوفوا النتائج كديرا شوفوا المصائب اللي رانا فيها وعمر الرياضة ما تكون في المستوى في الجزائر في ظل التسيير تحت هذا العصابة اللي تحاول يعني تعسكر كل القطاعات وهذه اللي أدت إلى النتائج الكاريتية اللي رانا نشوفوا فيها والشي اللي رانا نشوفوه من خلال هذا الإعلام البئيس هذا الإعلام الذي لا يحلل بطريقة موزونة وهذا الإعلام الذي يصطاد في المياه العاكرة وهذا الإعلام الناشر للفتن ما بين الشعوب يعني فرحانين البارح دبزا ما بين الجوار نتاع الكونغو والمغرب هما الفرحان وغيرهم اللعاب نتاع الكونغو وهم عنصرية وحق وكراهية ضد الجيران نتاع الجزائر وضد كل شعوب القارة الإفريقية حتى في الدياليكت حتى في الداريج نتاعنا الإعلام هذا زرع في تقافة الشعب الجزائري كل ما هو عنصري وكل ما هو رافض للأجنبي ويجي تماركو ما تحاضروا وتتكلموا على ما وقع من باب على أن ناس عمى سواديزان للماروكين رهم دي راسيست للماروكين وليحب يعرف المغاربة يجي شوف المغرب كيف عشرات الآلاف من الأفارقة عايشين في أمن وأمان هنا في المغرب ومن دامجين في المجتمع المغربي وما يرفضهم في الكاميون ويقيسهم في الإحدادة مثل ما يكون به نظامك يا من لا أتشرف بذكر اسمي هذا المحل القناة ما تسمى بقناة النهار غريب ما يصدر عن هذا النظام الذي هو فاشل هذا النظام الذي طبعا يحاول يستغل الفرص بش يمرر الرسائل انتاعوا البائيسة لكن العالم فايق بيكم وإعلامكم ظهيف وإعلام يعني يطيروا الاستغراب لأن الكثير من المحللين الأفريق عرهم يشوفوا التحليل انتاع البلاتوات تاعد القنوات المعتمدة من طرف النظام الحاكم الجزائر وإن يعني يخلقوا بين الفوتبول والبوليتيك يعني رانا محقورين احنا ما نشي مطبعين كل يسام بيك تكلم في الفوتبول يبغي تتكلم في التطبيع هذا شيء آخر مائدة مستديرة بعيدة ستكون على الموضوع انتاع كرة القدم الانسان يحلل بشكل رياضي ويحلل ويحاول انه يزرع تقبل الخسارة يعني باش الشعب انتعنا ما يوليش بعد واحدة الفترة من الزمن يولي فيه العنف ولي ما يتقبلش وهذا الشي اللي راي يدير فيه هذا النظام خطير هذا الشي اللي راي يدير فيه هذا النظام والإعلام انتاءه الحقير خطير جدا المجتمع الجزائري يعني كل شي يربطوه بالتآمر والكولسة والخزعبلات والخيالات التي لا أسس لها من الصحة وهنا نوجه ندائي لفيفا ولكاث على انه يجب الضرب بحزب هذه الممارسات الغير الأخلاقية اللي تمس بمستقبل الرياضة خصوصا في القارة الافريقية لان هؤلاء الفاشلون هؤلاء راهم يخلقوا بلبلة داخل الرياضة في القارة الافريقية وهؤلاء بكلامهم هذا المسموم راهم يكرسوا ولا راهم يدفعوا نحو أن هذه المواعيد الردادية الكبرى تعود فاشلة وما يعودش عندها واحدة الأهمية لأن ما المغزى من أنها تقام بطولات تلتقي الشعوب والفرق والثقافات مع بعض لكن التكريس انتع الخطاب العنصري انتع هذا الإعلام المعتمد في الجزائر ستكون له نتائج كارثية على الشعب الجزائري في المستقبل نتمنى أن يتم تدارك الأمر ولو أن كما دائما نقولكم أن هذا النظام ميؤوس منه لأنه نظام يعني فاشل ونظام يعلق شماعة الفشل انتعه على باقي القطاعات ويستغل مثل هذه المواعيد بشي يبين على أنه يعني مش هو المسؤول على هذا الفشل بل هناك من يتآمر على الجزائر لكن حقيقة الأمر أن أكبر متآمر بل المتآمر الوحيد على الجزائر هو هذا النظام وأدناب هذا النظام وكل من يصبح بفلكي هذا النظام ترجمة نانسي قنقر